ظهر النادي الاهل النهاردة والتقى بالكابتن الخطيب عشان يطمئن عليه بعد ظروف المرضية وكان في وجود الكابتن حسن حمدي يمكن دي الزيارة طيب اوه يعني الكابتن حسن حمدي اوه كمان اوه الكابتن حسن جه حضر معهم وجه المهندس هاني يطمئن على الكابتن الخطيب وكان الحوار حوالين اوضاع الكرة وظروفها وهو خطته اللي ناوية ينفذها لان الحياة عليه مسؤولية كبيرة الوضع ما ينفعش تسيجد عليه ما احنا قلنا بقى ان اخر فرصة للموانسانة بريدة والكرة مصرية اه يعني واحنا عايزين واحد للكرة مصرية افضل من من الخبرات ده ازاي بس يكون عايز يجي فعلا يعني يغير لصالح الكرة مصرية اه يعني ارادة تنظيم الكرة مصرية تبقى متوفرة مه مالوش دعو باي حاجة بقى ولا ضغوط ولا مشاكل ولا يتم بقى الجرجارة في اه اوضاع ديئة تخلنا اخذ خرارات تملي تفصيل للحظة مه عادي انخطت اه تتتسق مع تعليمات التعاد دولي خاصة التعاد دولي هو اللي مديك القرار بس تتسابق بش بتكلم على دي استاذ غريم بس بتكلم بشكل عام اي انت ما عيب ان نعد تتكلم على حاجات ما بتتنفس بقى انا خمستاشر سنة اه نتمنى لانه كمان اعتقد هنا بريده وقيمته حازوا على ثقة الجمعية العمومية في عدم تقدم احد للترشيح لكن كوني نقايمة واحدة تنجح مكتملة بالتزكية ده اعتقد كمان يزيد المسئولية اللي عليهم واوضاع الكرة ما ماعتقدش مرضية ابدا باي حال سواء في المسابقات او في المنتخبات او في الحكام وديكوا شايفين مشاكلهم حياة كافة عناصر اللعبة محتاجة انسف حمامك القديم اشتركوا في القناة